قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت قال إن احتواء التصعيد في المنطقة يبدأ بوقف المذبحة في غزة جاء ذلك خلال لقائه باتريك جوشات رئيس بعثت هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة المعنية بالمتابعة والمراقبة الميدانية لتطبيق اتفاقات الهدنة بين إسرائيل وجيرانها وأشهد اللقاء تبادنا لوجهة النظر حول الأوضاع الإقليمية في ضوء الحرب التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة في تحدي للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وأكذا على خلفية التصعيد الخطير والتوترات الأمنية المتلاحقة على أكثر من صعيد لا سيما في الأيام الأخيرة وأشهد أبو الغيت على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي في غزة الذين يعيشون اليوم على حافة المجاعة